اشتركوا في القناة اننا دلوقتي هفوت الباب ده هتمكن منه اكتر في دراسته وفي تسهيله واختصاره لحضراتكم ثم بعد ذلك ناخده المرة القادمة او اللي بعد القادمة ان شاء الله فوصلنا في الكتاب لانواع النجاسات انت عارف ان احنا عندنا عشان العبادات تتم محتاج ان يكون البدن طاهر والثوب طاهر والمكان اللي انت بتعبد فيه ربنا طاهر فرضا الصلاة فانت محتاج ان البدن يكون طاهر من النجاسات وكمان طاهر مرفوع عنه الجنابة لان المسلم او المؤمن لا ينجس كنفسه لكن ممكن يبقى بدنه عليه نجاسة وهو محتاج يتطهر من الحدث الاصغر فيتوضى او يتطهر من الحدث الاكبر الجنابة فيغتسل ولازم يكون بدنه مفووش نجاسة ولا ثوبه فيه نجاسة ولا المكان اللي بيصلي فيه نجاسة النجاسة دي ايه فهيبدأ يقول لك انواع النجاسات المتفق عليها ان كل العلماء في المذاهب الاربعة قالوا دي نجاسة لازم بتبقاش موجودة في مكان العبادة بتبقى فاهم ان دي نجاسة او النجاسات المختلف عليها بين المذاهب الاربعة فقال الإمام تنقسم النجاسات إلى قسمين قسم المتفق على نجاسته وقسم مختلف فيه أما القسم المتفق على نجاسته فهو أربعة عشر شيئا أربعة عشر نجاسة متفق علينا نجاسة واحد الميتة من كل حيوان بري أما الحيوان البحري فميتته طاهرة حلال لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور يعني البحر أو النهر يعني هو الطهور ماءه الحل ميتته وكان طبعا كلام النابي عن البحر صلى الله عليه وسلم فلو فيه حيوان ميت الجسد الميت دام للحيوان نجس أما السمك وحيوانات البحر فطاهرة الدم المسفوح وهو الدم الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه أما الدم الذي يسري في العروق من الحيوان المذكة أي المذبوح ذبحا شرعيا فهو طاهر الدم اللي لسه جوه عروق الحيوان اللي بدبح دبح شرعي ما تبقى من الدم ده طاهر أما الدم الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه فهو نجس لحم الخنزير ودليل نجاسة هذه الأشياء الثلاثة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا 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 فإنه رجس أي نجس ده استدلال الإمام بالآية اللي في صورة الأنعام على الثلاثة اللي قلتلك عليهم الدم المسفوح والخنزير وميتة كل حيوان بري رقم أربعة وخمسة بول الإنسان وغائطه البول والبراز رقم ستة المذيء وهو ماء رقيق يخرج عند بدء اللذة أو بدء الشهوة والودي رقم سبعة وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عقب التعب تمانية وتسعة بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه آه أي بول أو روث لحيوان مش بنكله ده متفق على نجاسته لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط المكان اللي يعني زي زي دلوقتي والحمام المكان اللي كانوا بيتبرزوا فيه ويقضوا الحاجات فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجريني والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة يعني تولت يعني مخرجات حيوان نشفة نشفة زي الحجر كده بس هي في الآخر مخرجات حيوان فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة رواه البخاري وزاد بن خزيمة في رواية إنها ريكس ريكس يعني زي ريجس نفس الكلمة يعني ولكن بحرف مختلف إنها ريكس إنها روثة حمار فقال النبي إنها نجس ريجس يعني نجس رقم عشر لحم ما لا يحل أكله من الحيوان حتى ولو ذكي ذكاتا شرعيا شرعية لحديث سلم بن الأكوع قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أو قدوا نيرانا كثيرة لحم الحيوان اللي ما بنكلش لحمه اللحم ده حتى لو الحيوان ده دبحناه زي ما بنذبح الخروف دبح شرعي اللحم بتاعه النجس فلما فتحوا خيبر جابوا حمير ودبحوها عشان يكلوا حمير إنسية ليه زي الحمر الأبيض والبني اللي الناس بتركابوا يعني أو قدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله عليه السلام ما هذه النار على أي شيء انتوا قدون انتوا بتشوئوا إيه قالوا على لحم قال على أي لحم قال على لحم الحمر الإنسية مش الحمر الوحشية الحمر الوحشية المخططة دي حلال قال أهريقوها وكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاكا أي لكم ذلك يبقى شيلوا الشوي ده من الآنية وكسروا الآنية دي يبقى فيها نجاسة طب ينفع يا سيدنا محمد نشيل الحاجات دي من الآنية اللي هي اللحم ده اللي وبتاع الحمار ده اللي هي نشوي كلنا ناكله وطلع حرام ونغسلها قال خلاص مدما تغسلوها يبقى بتطهروها من هذه النجاسة وعن أنس قال رضي الله عنه أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس رواه البخاري ومسلم الصحيحين يعني قال وفي الحديثين دلالة على تحريم الحمر الأهلية لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا يدل على النجاسة وهو نص في الحمر وقياس على غيرها مما لا يؤكل حداشر ما فصل من الحيوان وهو حي يعني عضوة أطع من حيوان عايش قال لحديث أبي وائد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيم وهي حي فهو ميتة والميتة نجس أما ما قطع من الآدمي وهو حي فهو طاهر لأن الآدمي طاهر حيا وميتا لقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت لقول ابن عباس يعني المسلم لا ينجس حيا وميتا لقول ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا رواه البخاري 13 و14 و15 في النجاسات المتفق عليها دم الحيض دم النفاس دم الاستحاضة دم الاستحاضة دم بينزل من عند المرأة في غير وقت الحيض بتاعها اللي هي عرفها بعد ايام الحيض اللي هي عرفها بينزل دم تاني ممكن عند بعض النساء ده مش اسمه الحيض اسمه الاستحاض وهو نجس يبقى احنا كده قلنا 14 شيء اتفق العلماء على نجاستهم اما المختلف في نجاسته فاشياء كثيرة نعد منها ما تدعو الضرورة الى معرفته هقولك انا ايه هقولك اللي انت محتاج تعرفه يعني تصرفاتك اليومية واحتياجاتك اليومية بول وروث ما يؤكل لحمه قال احمد بن حنبل ومحمد وزفر من الاحناف وابن المنذر والاسترخي استرخي والروياني من الشافعية انه طاهر اه مام احمد والامام محمد والامام زفر من الاحناف طبعا احمد بن حنبل ماذب الحنبلي محمد وزفر من الاحناف ابن المنذر والاسترخي اه والروياني من الشافعية انه طاهر ايه اللي هو طاهر بول وروث روث اللي هو البراز بتاع الحيوانات اللي ينفع لكلها ضول طاهرين عند جماهير الفقهاء واستدلوا بما اخرجه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال قدم اناس من عكل او عرينة فاجتوا المدينة اي اصابهم الجوع وهو اي اصابهم الجوى وهو المرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها واللقاح جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن فلو لم يكن ابوالها طاهرة ما امرهم ان يشربوا منها وافت الشافعية وابو حنيفة بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات اه احنا هنا احمد بن حنبل حنابلة محمد وزفر من الاحناف ابن المنذر الاسترخي مالكية والروياني من الشافعية انه طاهر لكن باقي الشافعية وابو حنيفة افتوا بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات يبقى هنا احنا عندنا خلاف يبدو ان جماهير الفقهاء من المذاهب ان لو انت ماشي في الشارع وبعدين جت عصفورة عملت عليك تولاد لا انت لبسك مش نجس لان العصفورة بتتاكل او الحمامة بتتاكل وبالتالي انت عندك جماهير من العلماء يقولوا اه لا دي ليست نجاسة رغم ان ده تولدت او ده مخرجات حيوان الشافعية وابو حنيفة يقولوا لا نجاسة وباء بول وروث جميع الحيوانات المسألة فيها سعة الحمد لله واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فقالوا ان لفظ البول عام يشمل بول الانسان والحيوان وقال الاولون اللي بيقولوا اللي افت بالطهارة يعني قال المراد بلفظ البول في الحديث بول الانسان لما في رواية البخاري كان لا يستنزه من بوله ورأى القائلين بالطهارة اوجه ورأي القائلين سوى ورأي القائلين بالطهارة اوجه وايصر والدين مبني على اليسر ورفع الحرج عن جميع احكامه او في جميع احكامه رفع الحرج عن المشقة والضيق المني انا هرجع لما اسألة شور ببول الابل دي بس في الاخر المني افتى مالك وابو حنيفة المني يعني ماء الرجل اللي بيحدث منه الحمل قال افتى مالك وابو حنيفة وفي رواية عن احمد بنجاسته مستدلين بحديث عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله ام يغسل الثوب فقال اخبرتني عائشة ان رسول الله عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة وفي ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل يعني مش لازم يقلع للثوب كله بس يغسل المكان المني اللي جاء على الثوب وذهب الشافعي واخرون وفي اصح الروايتين عن احمد الى طهارة المني مستدلين بحديث عائشة قالت كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه رواه الطحاوي ابو داود ومستدلين ايضا بحديث همام بن الحارث رضي الله عنه قال نزل بعائشة ضيف فامرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحي ان يرسلها اليها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها يعني هو نام وبعدين اتغطى به الملاية دي فاحتلم فاصاب فكس فيه بعت الحاجة وفيها اثر الاحتلام فغسلها وبعتها فقالت عائشة لما افسد علينا ثوبان عملت كده في الملاية بتاعتنا انما كان يكفيه ان يفركه ان يفركه باصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله باصابعه فاستدلوا هنا انه الفرق ده بيسيب اثر يبقى هو مش نجس انما شادت الاثر بتاعه بس انه يبان لكن المفروض النجاسة بتتغسل بالماء لغاية ملونها وريحتها يروح زي ما هنتكلم بعد شوي واجاب القائلون بنجاسة المني عن هذا الحديث بان الامر بالفرق لا يعني طهارة المني انما يرشد الى طريقة تطهيره بالفرق فان المني اذا يبوس وغسل بالماء لا يزول اثره في الغالب الا اذا فورك قبل الغسل جيدا فبيقولوا الناس اللي بتقول لا ده جماعة ده المني مش طاهر ده نجس بس هي بتعلمنا نخسله ازاي نفركه الاول المهم ان المسألة الخلافية ما بين الفقهاء هل المني طاهر ام نجس فاعرف المعلومة دي عشان انت ممكن تكون محتاجة والمسألة الخلافية تاخد فيها بالانسب والايصر لك من الاشياء المختلف في نجاساتها وكتير من الناس ما تعرفش الموضوع ده لعاب الكلب قال قال الاحناف والشافعية واحمد والجمهور انه نجس قال واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل او ان يغسل سبع مرات او يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب فوقال مالك ان الكلب طاهر فلعابه طاهر وقال انما يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب لاستقذاره عشان لعاب الكلب شيء قذر لا لنجاسته وقد روى ابن وهب عنه القول بنجاسته لكن القول الاول هو المشهور عنه بيقول ايه بقى العلماء بيقولوا الشافعية والاحناف والحنابلة لعاب الكلب نجس يعامل معاملة البول نجس لازم يتغسل لو جيع على حاجة او على جسمك بالمية لغاية ما ريحته ولونه يطلع طيب بس الماء اليمان مالك بيقول لا يا جماعة الكلب لعابه مش نجس وينفع بيلحس لبسه واحد ولا جسمه وينفع يصلي به لانه مش نجس والحكم ده خلى ناس كتير ممن ابتلوا بمسألة انه هم قريبين من الكلاب انه يعرف يصلي ولما ما تبقاش عارف المعلومة دي ويكون حياتك او شغلك ايا كان عندك المسألة دي بيضيق عليك جدا لانه دايما الكلب قريب من صاحبه دايما بيلحسه والكلب بيعبر ببقه عموما عن كل حاجة فأما اللي بعيد عن الكلاب فهو عارف ان قول الجمهور بنجاسة لعاب الكلب وقالوا انه هو نجس لان النبي قال تخسل الكلب لو لحس حاجة في الطبق بتاعك تخسله سبع مرات اول مرة بالطراب والباقي بالمي فاليمان مالك قال لا عشان قذرته والبكتيريا اللي فيه لكن طبعا اللي بقولك عشان قذرته يعني اللي في لعابه من القذارة مش لانه نجس ومن هنا جه الخلاف تعالوا نوقف هنا ونكمل ان شاء الله المرة اللي جاية باقي النجاسات المختلف عليها اشتركوا في القناة